في أحد الأيام شكت طفلة لوالدها ما تعانيه من مشقات الحياة أخبرته أنها تعيش حياة تعيسة ولا تعلم كيف تتجاوز كل المصاعب التي تواجهها فما إن تتغلب على مشكلة ما حتى تفاجئها الحياة بمشكلة أكبر وأقصى كان والدها طاهيا بارعا فطلب منها مرافقته إلى المطبخ وهناك أحضر ثلاثة أوعية ملأها بالماء ووضعها على النار وبمجرد أن بدأت بالغليان وضع حبات من البطاطا في الوعاء الأول حبات من البيض في الوعاء الثاني وحفنة من حبيبات القهوة في الوعاء الثالث وتركها تغلي دون أن يقول شيئا أصابت طفلة الملل وبدأ صبرها ينفد وراحت تساءل عما يفعله والدها وبعد عشرين دقيقة أطفأ الأب الطيب النار وأخرج البطاطا والبيض والقهوة ووضع كل منها في وعاء زجاجي شفاف التفت بعدها نحو ابنته وقال ماذا ترين؟ بطاطا وبيض وقهوة أجابت مستغربة ألقي نظرة أدقة قال الأب والمس حبات البطاطا وكذلك فعلت الطفلة فلاحظت أنها أصبحت طرية ثم طلب منها أن تكسر حبة البيض فلاحظت أنها قد أصبح أقسى أخيرا طلب منها ارتشاف القهوة فلاحظت أنها لذيذة ورسمت على محياها ابتسامة خفيفة أبي ماذا يعني كل هذا؟ سألت الصغيرة في عجب وهنا شرح الأب قائلا كل من البطاطا والبيض والقهوة واجهت نفس الظروف الماء المغلي الساخن لكن كل منها أظهرت رد فعل مختلف فالبطاطا التي كانت تبدو قاسية قوية أصبحت طرية ضعيفة والبيضة ذات القشرة الهشة تحول السائل فيها إلى صلب أما القهوة فكانت ردة فعلها فريدة لقد غيرت لون الماء ونكهتها وأدت إلى خلق شيء جديد تماما صمت الأب قليلا ثم واصل ماذا عنك أنت عندما تواجهك ظروف الحياة الصعبة كيف تستجيبين لها؟ هل تبدين ردة فعل كالبطاطا كالبيض أم كالقهوة؟ العبرة المستفادة تحدث في الحياة من حولنا الكثير من الأمور وتواجهنا الكثير من الصعاب والأحداث المؤلمة لكن لا يهم منها شيء فالمهم حقا هو كيف نختار ردة فعلنا على هذه الصعاب هل تحطمنا وتجعلنا ضعفاء كالبطاطا؟ أم أنها تحولنا إلى أشخاص قساتا من الداخل كما هو الحال مع البيض؟ أما أننا نتعلم منها ونستغلها في تغيير العالم من حولنا وخلق شيء إيجابي جديد اشتركوا في القناة